نعطي الكلمة بالتالي إلى فخامة رئيسة المفاوضة الأوروبية السيدة أرسولا فاندرليدن السيد رئيس المجلس الأوروبي شاستير شانميفال السيد رئيس التحاد الأوروبي سيد ماكيسل السيد رئيس ماكهون السيد رئيس المفاوضة الأفريقية السيد موسفاكي فخامة الرؤساء الدولي والحكومات السيدات والسادة أنا سعيدة بوجودنا عندما عينت رئيسة للمفوضية الأوروبية ركزت في كلمتي الأولى على هذا المستقبل الجديد الذي نود ونبنيه مع الاتحاد الأفريقي وعلكم تذكرون السيد مصفاقي ذلك الاجتماعي الأول الذي عقدناه ومنذ ذلك الحين فلقد تسدنا لزيارة كذلك على سنغال وتحدثي وفخمة الرئيس سال ونحن نحمل رؤية مشتركة رؤية واحدة وهي رؤية ذلك المستقبل المزهر فكيف يمكننا بالتالي أن نحقق هذه الطموحات المشتركة وكيف يمكننا نترجمها إلى أرض الواقعة وهذا سيمكننا إذن تحقيقه كله عن طريق الإثمار ومن هنا أهمية هذا البرنامج برنامج البوابة العالمية فهو برنامج ومشروع الاستثمار في الدول والاقتصادات والشعوب فنحن نود أن نستثمر هكذا في البناء التحتية ولنصل هكذا الأشخاص بالخدمات والسلح كما أننا نود أن نعمل في إطار الشفافية وفي ظل الحكمية الجيدة وهذه كل قيم ما أهم نشترك فيها كما أشر كل من سبق إلى الحديد وعلينا كذلك أن نؤسس ونعزز الثقة المتبادلة فيما بيننا وأعتقد بأن هذا البرنامج بإمكانه بالفعل يفتح الباب أمام تدفق هائل للاستثمار العام وكذا الخاص في القرى الإفريقية ولدينا هكذا مجموعة من المستثمارات التي سنقوم بتوظيفها في القرى الأفريقية وذلك على مدى السنوات السبع المقبلة ولكن عليكم كذلك أنتم تعطون فكرة عن احتياجاتكم وذلك حتى نتمكن من حسن مجالة الاستثمار هذه ونحن نعرف أن هناك مجموعة من الأولويات وأود أن أتناول هنا أهم هذه الأولويات وهي الأولويات المتمثلة في الطاقة فنحن نعرف بأن نمو الاقتصاد المستمر والمستثام مرتبط ومرهون بإمكانية الوصول والنفاذ إلى الطاقة ومصادر الطاقة ونحن نعرف بأن القرى الأفريقية غنية بمصادر الطاقة البديلة من الشمس واللياح وغيرها فلنستثمر في كل مصادر الطاقة هذا وذلك حتى نتمكن كذلك من تحقيق هذه النقلة الطاقية المنشودة على أرض القرى الأفريقية ولقد ذكرنا فخمة الرئيس سيد مارك بهمية هذا الرهان وهو الرهان الذي يمكننا أن نرفع سويا ولننظر كذلك إلى كل إشكالية الوصول والنفاذ إلى الطاقة وإلى الكهرباء تحديدا فالأفريق بحاجة إلى النفاذ إلى مصادر الطاقة الكهربائية ونحن نعرف كما قلتم فخمة الرئيس أن هذا بالفعل تحدي كبير بالنسبة للأفريق وعني كذلك أن نقيم كذلك الروابط وذلك من خلال بناء الممرات والشبكات وهذا هكذا سوف نتمكن بالتعليم من تعزيز منطقة التبادل الحرة في القرى الأفريقية أما فيما تعلقوا بالإندرنات عندما زرت ذكار تمكنت من تعرف على العدد من الرواد الأفريق الشباب وكانت لديهم أفكار رائعة وهائلة وكان من الجميل أن أتمكن من الاستماع إليها ولقد أكدوا على أهمية النفض إلى الإندرنات وذلك حتى يتمكن من تطوير أنشطتهم وتنفيذ مشاريعهم وهذا كل ما يطمحون إليه أي الحصول على خدمة الإندرنات وبإمكاننا أن نعزز هذه الشبكة شبكة الإندرنات في القرى الأفريقية وذلك من خلال بناء وتوسيع بناء التحتية ومن خلال كذلك ربط مناطقها وأقلمها عن طريق الكوابر المغمورة وذلك ما كان يطمح إليها أولاء الشبان كما أنهم يطمحون كذلك إلى النفاذ إلى رأس المال فهم لديهم الفكرة والأفكار ولديهم الشعفة لديهم كل ما يحتاجون إليها من مهارات وكفاءات لتحقيق هذه الأفكار ولكن إنهم بحاجة إلى البناء التحتية والتمويل وكما أنهم بحاجة كذلك إلى المزيد من التدريب بما في ذلك في المجال المهارات المهنية أما الآن فستتناول إذن المجال الثالث ذات الأولوية وهو الصحة فنحن نعرف بحاجة إلى زيادة الجهود المبدولة لتوفير مزيد من اللقاحات للقراء الأفريقية ولكن علينا كذلك إلى جانب مواجهتنا وتصدينا لهذه الحالات الطريقة علينا كذلك أن نركز على العمل على المدى الطويل ذلك العمل الذي يطمح إلى تعزيز الخدمات الطبية والصحية في أفريقيا ونحن حققنا الكثير من التقدم حتى الآن وأود أن نذكركم بأنه قطعنا أشوات كبيرة وذلك منذ ذلك الاجتماعي القمة الذي عقد في باريس في مايو من السنة المادية تقول شيئتنا الحديث إلى الرئيس ماكرون ولقد تمكنت كذلك من زيارة مختبر باستور بذكر الذي سيكون إذن من أهم المصانع اللقاح في داكار وفي نفس الوقت فنحن ندعم المنظمة الصحة العالمية التي تهدف إذن إلى تعزيز قدرات الصناعية في مجال الصيدلاني وبذلك من خلال مسامتها في تأسيس مركز ذات الصلة في جنوب أفريقيا ولكن هذا لا أليك فالرهانات هي أكبر ومن مجرد توفير وسط صنيع اللقاحات ضد الكوفيد 19 فنحن نعرف كذلك بأن هناك العديد من الأمراض المتفشية في القرى الأفريقية على سبيل مثال السلي أو المالاريا وعلينا أن نجد لها إذن العلاجات المطلوبة ولقد أن الأوان سيدتي وسادتي لترجمة هذه الرؤية الطموحة على أرض الواقعي ولكن كيف يمكننا أن نحقق هذا فنحن نحتاج إلى أرأيكم وتحليلكم فكيف يمكننا بالتالي أن نحقق أيضا الهدف المرجوة من خلال العقد الإنترنت ما هي الاحتياجاتكم كيف فيمكننا أن نساعد هؤلاء الرواد الأعمال من الشباب الأفريقية على تحقيق أمالهم وبطمحهم وتعرفون تلك المقولة الأفريقية التي تقول بأن إذا رغبتم أيضا في الإسراع في طريقكم فلعليكم أن تسلكوا طريقكم بشكل معزول ومنفرد ولكن إذا رغبتم في أن يكون طريقكم طويلا فعليكم أن تسلكوها الأفريقية